إذا وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل هذه مسألة نرجعكم فيها إلى مسألة اجتماع الحاضر والمبيه ما هي الصورة الحاضر والمبيه في هذه المسألة؟ صورتها أنك أرسلت كلبك المعلم فغاب عنك فوجدته قد صاد أرنباً ولكن معه كلب جاهل غير معلم وعندنا الحكم الشرعي حل صيدي الكلب المعلم وحرمة صيدي الكلب الجاهل غير المعلم طيب الآن ما تدري الذي صاده كلبك المعلم أم هذا الكلب الجاهل ما تدري فيكون عندنا اجتمع ماذا؟ حاضر مبيه نغلب ماذا؟ نغلب الحاضر نغلب المنع إذن لا لا نأكله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دمت أنك لا تدري من الذي قتل من الذي قتل لكن هل يمكن أن يعلم من الذي قتله إذا اجتمع كلب معلم وكلب جاهل؟ الجواب نعم مثلاً أثر الدم موجود مثلاً على الكلب المعلم أو على الكلب الجاهل مثلاً مثلاً قبض الكلب على الصيد وابتعاد الكلب الجاهل عنه أو العكس أيضاً هذه قرائن هذه قرائن تدل على أن الذي قتل هذا أو ذاك ترجمة نانسي قنقر